ترجمة نانسي قنقر في البداية لازم نعرف أن الأسباب هذه الانتخابات التكملية تحدث كظرف استثنائي وليس ظرف طبيعي وتحدث في كثير من الدول نتيجة لبطلان عضوية أحد ممثلي هذه الدائرة والمشرع البحريني كفل هذا الأمر بأن لا تكون هذه الدوائر التي حدث فيه بطلان أو إسقاط أو أي شيء من هذا القبيل أنه لا تكون خالية بل قامها بمشرع بالتأكيد على أنه يجب أن يكون لهؤلاء المواطنون ممثلون في هذه الدوائر التي حدث فيها أي نوع من أنواع الخلو فلذلك من المنطقي أنه يجب أن يكون هناك من يمثل هؤلاء الأشخاص داخل هذه الدوائر حتى يمارسوا حقوقهم عبر هذا الممثل وهذا ما أقره المشرع الدستور البحريني وهذا أكد عليه فيه الكثير من النصوص ونصر من مادة 59 من الدستور البحريني يتؤكد في حالة الخلو يجب أن تجرأ انتخابات وهذه الانتخابات ينتب فيه خلال شهرين وتكون تكملة لمدة سلف السابق المتعلق بإسقاط هذه أيضا هناك دلالات مهمة جدا هذه الدلالات حقيقة اللي هو حرص مملكة البحرين على إعلاء المبادئ الدموقراطية والتي كرسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيس المعظم وأكد عليه باعتباره أن هي من الركازة الأساسية لدولة القانون ومن الركازة الأساسية لدولة المدنية الحديثة عبر تفاعل المواطنين في المشاركة والتعبير عن صوتهم ورايهم أيضا هناك دلالة أيضا أخرى تتعلق بنعكاس التشريعات البحرينية على الوضع الذي يحدث في هذه الأمور مما يؤكد قوة ومتانة التشريعات البحرينية والتي انعكست على الظروف والظروف السياسية التي تتمثل بالسلطة التشريعية إذ ساهمت هذه النصوص في أكرة أنها تكون قوية على الصعيد القوة وعلى الصعيد أيضا سيادة الممارسات فأصبحت هناك للمملكة البحرين سيادة كبيرة في هذه الممارسات مما انعكست وطبعا لازم نعرف أن هذه الانتخابات التكملية الدستورية هو عبر الانتخاب والترشفة نعم دكتور بدر خالنا نتطرق قليلا إلى العملية الانتخابات التكملية كيف تنظرون إليها أو كيف صارت انتهاء بغلق صناديق الاقتراع؟ حقيقة الانتخابات التكملية صارت الحمد لله حسب ما نتابعنا والصحافة تابعت والمؤسسات المجتمع المديني تابعت ونحن سبعنا من الإعلام إنها كانت منظمة وكانت سهلة وفيها يسر وكانت وفقا للإجراءات المعمول بها الانتخابات التكملية هي نفس الإجراءات التي عملت في الانتخابات العادية خلال الفصول التشريعية الخام الست نقول الست لأننا نفصل التشريعي السادس السادس نعم هي نفس الإجراءات ولكن هي تختلف كآلية الدعوة الملكية أو الدعوة التي صدرت من وزير العدل وكانت هذه مرورا بعملية ما قبل الاقتراع كانت جدا سهلة وأيضا أثناء عملية الاقتراع والحين نحن الآن في مرحلة الفرز وجود منظمات المجتمع المديني هذا شيء تشهد للمنظمات وأيضا وجود الصحافة والرقابة الذاتية من قبل الناخبين ووكلاءهم أثبت جدارة هذه العملية خصوصا أننا في انتخابات تعتبر تكميلية وهذا تزخم للمواطن البحريني الذي استطاع أن يدخل في هذه العملية من كثر الممارسات التي قام به في السابق نعم إذن دكتور بدل محمد عادل أستاذ القانون العام المشاركة بجامعة البحرين شكرا للمشاهدة